مساء الخير من بيت للكل مشاهدين من اليوم الأول لهذه الحرب المسعورة أدرك الأردن بأن العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بطريقة زنونية إنما هدفها هو عملية عسكرية بأهداف سياسية الأهداف السياسية التي أدركها الأردن وأدركها العالم أجمع هي التهجير عندما نقول التهجير أو النزوح إنما هو الهدف الإسرائيلي من تصفية القضية الفلسطينية وأيضا سقوط الحقوق الفلسطينية ووجود وطن لشعب يطالب بحقه لذلك تصدى الأردن لهذه الرواية منذ اليوم الأول لإندلاع طوفان الأقصى للحديث عن التهجير وأبعاد هذا التهجير الأبعاد السياسية الأبعاد الأمنية والوطنية للشعب الفلسطيني اسمحوا لنا أن نرحب في استيديو التلفزيون الأردني بالكاتب والمحلل السياسي حمادة فرعني أهلا ومرحبا بك أستاذ حمادة أستاذ حمادة يعني التهجير له أبعاد سياسية ما هي أبعاد هذا التهجير على المستوى الوطني والسياسي الفلسطيني؟ نعم شكرا بداية على الاستضافة ولكن دعينا نتذكر وإياكي أمام المشاهدين أن المستعمرة الإسرائيلية نجحت عام 1948 برمي القضية الفلسطينية الحضن لبناني والسوري والأردني وبقيت كذلك وتشعباتها حتى استطاع الرئيس الراحل ياسع عرفات إعادة الموضوع الفلسطيني من المنفى للوطن أصبحت القضية هناك على أرض فلسطين والنضال الفلسطيني بأدوات فلسطينية في مواجهة عدو الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني ما له الأعدو واحد فقط الذي يحتل أرضه ويصادر حقوقه وينتهي كرامته بقيت كذلك حتى هذه الحكومة التي نجحت في انتخابات الكنيسة رقم 25 نجحت في 11-22 هذه الحكومة سواء على المستوى الشخصي بمعنى المستوى الحزبي وقياداتها ورموزها أو على المستوى الرسمي الحكومي هي تعمل من أجل إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطيني مرة أخرى نعم وسموتريتش اللي عنده وزارتين عنده وزارة المالية وزير المالية وعنده أيضا شريك في وزارة الدفاع مع يو آف غالانت ولذلك برنامجه المعلن اسمه خطة الحسم خطة الحسم هذا برنامج معلن مترجم يعني موجود عندي 25 صفحة يعطي الخيار للفلسطينيين بثلاث خيارات الخيار الأول يكرمهم بإبعادهم وإعطاهم تعويضات والتسهيلات للهجرة إلى الولايات المتحدة شمال أوروبا كندا وأستراليا إذن تقديم إغراءات هذا رقم واحد رقم اثنين إذا ما بده دعم مالي وطغطية مالية لأنه كرامته إلى آخرين تفضل يرحل على أي بلد بالديال ملدان المجاورة والرأو والخيار الثالث أمامه خيارين إما بالقتل أو بالطرد إما الموت أو بالطرد الآن جاءت معركة 7 أكتوبر ولقوها فرصة لتنفيذ هذا البرنامج هذا البرنامج وضعه يو أف جالانت وزير الدفاع يقوم أيضا من ثلاث محطات المحطة الأولى عمليات القصف المتواصلة المستمرة الهمجية بقيت ثلاث أسابيع من 7 إلى 28 أكتوبر بـ 28 أكتوبر بدأت المرحلة الثانية وهو الاشتياح التدريجي بدون إنهاء مظاهر المحطة الأولى بعمليات القصف ففي المحطة الثانية كان في قصف متواصل وعمليات اشتياح تدريجية نحن الآن في المحطة الثانية المحطة الثالثة حسب برنامج يو أف جالانت و سوموت ريتش هو تهجير الفلسطينيين أولا أن ينزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوب نحو الجنوب وبالتالي هذا ما يفسر كيف عمال بطردوهم من المستشفيات والمدارس و بقصفوهم حتى يضطروا للرحيل إلى الجنوب من الجنوب ستكون هناك معركة أخرى ضدها لقطاع غزة نحو اشتياح الخطوط المصرية والحدود المصرية نحو سيناء وهذا علنا يعني حكو فيه الآن بالنسبة لنا الأردن باعتقادي كمراقب ومدقق ليس لأني أنا مواطن أردني لأني مهني الأردن شكل رأس حربة سياسية أولا ضد عمليات التهجير والنزول أولا لماذا؟ طبعا هناك وسائل عديدة عملها الأردن لكن يعنينا بهذا الموضوع إذا نتوقف هنا أستاذ حماد أسمح لي الآن ما هي الجهود غير الدبلوماسية يعني أو في الإطار الدبلوماسي المتصاعد والمباشر والجدي اللي الأردن تصدل قضية التهجير بحيث باتت أمام إسرائيل قضية التهجير قضية بالنسبة للأردن هي خطأ أحمر نعم الحقيقة أنا مضطر أتحدث عن سلوك الأردن وسياساته بأكثر بس عنوين أولا رفض ما يسمى الدفاع عن النفس أنه هذا المنطق يعني اللي جاء فيه الإسرائيليين أنه هذا الدفاع عن النفس تصدى لهذه المقولة لهذا المضمون اثنين تصدى لمسألة التهجير ثلاثة تصدى لاستبدال القيادة الفلسطينية ماذا فعل الأردن من أجل إحباط هذه المشاريع أولا اهتم الأردن أولا مع الجانب المصري بحيث جلالة الملك كان في مصر ويشتغلوا على هذا الموضوع وثانيا باتجاه الأورمبيين تذكري جلالة الملك لما صدر البيان الخماسي في 8 أكتوبر الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا جلالة الملك التقى مع قادة البلدان الأربعة زار ثلاثة عواصم روما برلين لندن ورئيس الفرنسي جاء إلى عمان ووضع الصورة لهؤلاء يعني لهذه البلدان ثانيا عربيا عقد المؤتمر الوزاري العربي في عمان بسبعة نوفمبر مع الوزير الخارجية الأمريكي فبالتالي الأردن أيضا شكل حائط صد عربي لحماية الموقف الفلسطيني وفي رفض البرنامج الإسرائيلي وكان أهمية هذا اللقاء أن عضو اللجنة في ذي المنظمة التحرير كان شريك حسين الشيخ كان شريك في هذا المؤتمر وبالتالي الأردن فرض فلسطين في اللقاء مع وزير الخارجية كانت نتيجته أن وزير الخارجية الأمريكي انتقل من عمان إلى رامالله والتقى مع الرئيس الفلسطيني وبهذا أحبط مشروع القيادة الفلسطينية البديلة في تغيير القيادة الفلسطينية الآن هذه البرامج المختلفة كما قلت اللقاء جلالة الملك مع القادة الأربعة ومع ذلك أمريكا جاءت وأيضا أصدرت البيان الخماسي مرة أخرى مع عملية الاجتياع جلالة الملك سافر إلى بروكسل والتقى مع المجموعة الأوروبية مرة تانية وكانت النتيجة أن بلجيكا وهي حزبها يميني محافظة ومع ذلك وزيرة الخارجية أعطت تصريحات حصيلة هذا الجهد الأردني تصريحات مناوئة للمستعمرة الإسرائيلية وداعمة للشعب الفلسطيني وقالت أيضا نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بأنه يجب الاحتراف بأن ما تقوم به إسرائيل هي جرائم حرب هذا بعد زيارة جلالة الملك نعم ولذلك قلت أنه تصريحاتها كانت ضد المستعمرة الإسرائيلية وسياساتها ومع الشعب الفلسطين ضد هجيره وضد تغيير قيادته إلى أغريب فلذلك الأردن اشتغل بالاتجاه مع المصر مع العرب مع الأوروبيين ومع الأمريكان فبالتالي الأردن أحبط أغلبية برنامج المستعمرة الإسرائيلية سواء بالتهجير سواء بتغيير القيادة الفلسطينية سواء التمرير مقولة حق الدفاع عن النفس وبالتالي أحبط أغلبية هذه المشاريع وأيضا عملية التهجير مصدر مصر أغلبية المشاريع إذا كنت تجعلها إلا أنها تجعلها في إستقالة ثانيًا أتبع التجاري من الحالي من المستقبل الموضوع من المدينة إلى الغزة ثانيًا أتبع الإنجابة من الإجتماعات من المترجم الأمور أو المترجم الأمور من المترجم الأمور هذا هو مقرارات حالي لأردنية الاردنية ومساعدات لنا كلنا أستاذ حمادة تعزيز الصمود الفلسطيني على أرض فلسطين قضية بالنسبة للأردن هامة جدا قضية تعزيز هذا الصمود جاء بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول لبدء طوفان الأقصى حيث كان الشغل الشاغل للدولة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك أن تصل المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في غزة وذلك حتى يتمسك الفلسطيني بأرضه وحتى أيضا نخفف عن إخواننا في غزة تلك الأعباء الإنسانية وأيضا المضار والأبعاد البيئية والصحية نشاهد هذا التقرير حول دعم الصمود الفلسطيني من قبل الدولة الأردنية تنفيذا للتوجيهات الملكية خصصت الحكومة مبلغا ثلاثة ملايين دينار لتحويله إلى الأنور وفورا وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ولتعزيز عملية تقديم العون الطبي لأهلنا في فلسطين أنشئ المستشفى الرابع في مدينة نابلس وبدأ عمله باستقبال المراجعين في عياداته المتخصصة ويتكون المستشفى الميداني الأردني في نابلس من سبع قاطرات تضم غرفتي عمليات وغرفتين للعناية الحثيثة وخمسة عشر سريرا إضافة إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان وغرفة تعقيم وفي يوم استثنائي وصل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى مطار العريش في مصر على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل على متنها فريق المستشفى إضافة إلى أجهزة ومعدات طبية لتجهيز مستشفى ميداني جديد في خان يونس جنوبية قطاع غزة وتحدث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى كوادر المستشفى وقال أكيد العملية مش سهلة بس همشت معي ويقفت على حالي إن شاء الله إحنا زي ما نعمل عربية ما شاء الله نعمل الواجب أقلي شيء نقدر نعمل وإنه نحاول نساعد أخوانا بغزة في فلسطين فأكيد بنعمل أكثر نعمل بس أنتوا ما شاء الله يعني فرصة لكم نساعدوا الناس ونقدموا الإشياء اللي هم نحن إن شاء الله إن شاء الله كلنا فخورين فيك ورح نتابع كل أمور أول همشي تنسيق بين أخوانا والمعنى هو الحصول نعم 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 أعطيكم ألف عافية نعم شاء الله نشكروا وجهدي ومنحكم أخوانا إن شاء الله إن شاء الله للتهجير له أبعاد سياسية يعني هي بررت إسرائيل بأن ما تقوم به هي عملية للدفاع عن نفس لكن هي عملية عسكرية حتى إنه بأهداف سياسية الآن ما هي أبعاد التهجير من الناحية السياسية ناحية الوطنية للشعب الفلسطيني تغيير الديموغرافي أيضا للمنطقة العربية أو الدول اللي كانت تنوي إسرائيل التهجير إليها أبعاده أوكي بديش أنا أكبر يعني مثل مقولوا لهذا بدي أحكي بشكل محدد يعني الأردن حملها باتجاه إحباط عملية التهجير نعم لهدفين الهدف الأول حماية الأمن الوطني الأردني أولا لأنه كما قلت أن المستعمرة نجحت عام 48 برمي القضية الفلسطينية هذا الفريق الحاكم لدى المستعمرة الإسرائيلية المتمسك بمسألتين أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية وبالتالي هو ضد الدولة الفلسطينية ضد عاصمة الدولة الفلسطينية وضد الوصاية الهاشمية وضد الرعاية الأردنية فهذه القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية رقم واحد رقم اثنين أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية ليست عربية ليست محتلة هذه يهودة والسامرة أجزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية ولذلك الأردن عملها على إحباط سيناريو غزة ولذلك إحباط سيناريو غزة هو يحمي الضفة الفلسطينية وبالتالي نحن عملنا أو رأس الدولة ووزير الخارجية من أجل إحباط مشروع غزة حتى لأنه إذا نجح سيناريو غزة سينتقل إلى الضفة الفلسطينية وبالتالي سيكون من السهولة أكثر أن أهل الضفة الفلسطينية يمكن أن يتدفقوا للأردن إلى آخر و لذلك الأردن عمل على إحباط المشروع في قطاع غزة من أجل حماية الأمن الوطني الأردني بعدم رمي القضية الفلسطينية على الأردن أثنين أن الأردن يعمل من أجل دعم نضال دعم الفلسطينيين باتجاهين الاتجاه الأول صموده و بقاءه على أرضه و ثانيا دعم نضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية على أرضه الوطنية إذن اسمح لي أستاذ حمادة بس نتوقف عند عملية ضرورة الإسناد الأردني لصمود الشعب الفلسطيني نعم أولا الحقيقة يجب أن نلفت الانتباه أن هذا العمل يديره و يتضامن معه و يشارك فيه سمو ولي العهد هذا رسالة سياسية في غاية الأهمية هذا نائب رئيس الدولة ولي العهد و بالتالي أن يقوم بشكل مباشر هذه مسألة معنوية لصالح الشعب الفلسطيني و رسالة لكل الأطراف التي لها علاقة في هذا الموضوع و لكن يجب أن يكون واضح أن الأردن عمل باتجاه تعزيز المستشفى الميداني الأول و بناء المستشفى الثاني اللي اتفضلت و ذكرت فيه و أيضا في الضفة الفلسطينية لدينا مستشفى في غزة و اليوم بتم بناء مستشفى في نابلس خشية مستقبلا أي إجراءات أو حينما نراقب أن عملية العدوان و التسلط و القمع و القتل كما هي في قطاع غزة كما هي أيضا في الضفة الفلسطينية و إن كان بعدد أقل و لكن المجازر القمع البطش مستمر في الضفة الفلسطينية و لذلك الأردن يعمل بالاتجاهين تثبيت الشعب الفلسطيني و محاولة حل مشاكله و احتياجاته الضرورية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية بالتالي بالنسبة لنا هذا شعب واحد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الفلسطينية أو في قطاع غزة و أيضا نحن نقدم الدعم و الإسناد لهذا الشعب الموحد سواء المقيم بالضفة الفلسطينية أو مقيم بقطاع غزة أنا بدي أشكر حضورك معنا في برنامج بيت للكل الكاتب و المحلل السياسي الأردني الأستاذ حماد فرعن شكرا لتواجدك معنا شكرا شكرا للمشاهدة